بسم الله الرحمن الرحيم أخي الحبيب تأمل معي هذا الحديث الرائع الذي سينفعك يوم الموت ستنتفع به بعد الموت وستذكر إن شاء الله هذا الكلام كيف تضيء قبرك كيف تكون آمنا في قبرك ما الذي يجب أن تفعله الآن لتضمن الحياة السعيدة في القبر بعد الموت لأننا حقيقة كلنا يبني للدنيا وينسى أنه سيعيش في قبر ربما ملايين السنين الله أعلم فيجب أن تختار من الأعمال ما تأخذه معك كرصيد لك في هذا الظلام الموحش حقيقة والحساب العسير الذي ستتعرض لهم اقرأ هذا الحديث معي ثم نتأمل ونتدبر كلام النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤتى الرجل في قبره يؤتى الرجل في قبره أي يأتيه الملك هناك ملائكة تأتي للحساب في القبر هناك حساب في القبر وفتنة في القبر وعذاب في القبر طيب تأتيه الملائكة لتحاسبه من قبر رأسه ويديه ورجليه ما الذي يحميه ويحفظه استمعوا معي حديث رائع جدا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة وإذا أتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد سبحان الله يعني حديث يعطيك أعمال بسيطة جدا ثلاثة أعمال بسيطة جدا والله أيها الأحبة مجانية ما الذي يكلفك أن تقرأ ولو آية كل يوم يعني قراءة القرآن لا تتطلب أن تجلس 24 ساعة تقرأ القرآن ولو آية أخي الحبيب هذه الآية تدافع عنك تحفظك تحميك تحميك من شر الحساب طيب ما الذي يمنعك أن تتصدق بنصف تمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو جزء صغير من تمرة تمرة اليوم ليس لها قيمة جزء تمرة أعطيها لفقير يعني أي شيء تصدق به والصدقة أيها الأحبة ليست من المال فقط وليست من الطعام الكلمة الطيبة صدقة الابتسامة صدقة يعني أنت عندما ترى إنسان مكتئب حزين تواسيه بكلمة طيبة تخفف همه هذه الصدقة وأهم من المال أن تدخل على بيتك مبتسما في وجه أولادك وزوجتك هذه الصدقة لك ورأيك هذه الصدقة تحول بينك وبين الملك عندما يأتيك من جهة يديك من جهة رجليك ما الذي يدفع الملك ويبعد عنك شر الحساب مشيك إلى المساجد المشي الذي مشيته برجليك وطبعا هنا أيها الأحبة أنا دائما أنظر إلى أحاديث النبي على أنها إشارات يعني لا ينبغي أن نأخذها حرفيا لأنك عندما تمشي للجهاد في سبيل الله فهذا مشي يدفع عنك السؤال عندما تمشي في قضاء حاجة لأخيك ربما تكون أهم من المشي إلى المسجد لأنك إذا مشيت إلى المسجد مئة سنة ولم ينتفع بك جارك أو أخوك أو أخاك أو إنسان يعني بحاجة لمنفعتك خير الناس أنفعهم للناس فالمشي إلى المساجد هنا تعبير عن أي عمل فيه خير أي عمل تمشي فيه خير سواء إلى مسجد سواء إلى جنازة سواء إلى أن تساعد شخص أن تقضي حاجة شخص أن تحمل شيئا من الطعام أو المال تأخذه لزيارة تزور مريض هذا مشي وهو في سبيل الله لذلك أخي الحبيب أكثر من هذه الأعمال يعني أحدنا اليوم للأسف لا يفعل معروفا مع أحد إلا إذا كان هناك مقابل للأسف كثير من الناس هكذا عقيدته أنت تحرم نفسك من الأجر أنت تسيء لنفسك عندما لا تساعد شخص وأنت قادر على مساعدته كثير مننا اليوم عندما يرن هاتفه يرى اسم فلان وكل واحد يفكر بنفسه يرى اسم فلان يقول هذا فلان يريد مني حاجة أو شيئا لن أرد عليه أنت بهذا السلوك تحرم نفسك وتسيء وتظلم نفسك في قبرك والله أيها الأحبة عندما يأتيك شخص يطلب منك مساعدة أو خدمة أو تيسر له أمرا من أمور الدنيا أو تقضي له أمرا أو مساعدة وتتقاعس ولا تلبي أنت تسيء لنفسك وتظلم نفسك لأن الله سيسر له شخص آخر ولكن أنت حرمت هذه النعمة وحرمت هذا الأجر بعض الناس يجلس اليوم وينتظر حتى يأتيه الفقير ويعطيه وهو يعني يرى في نفسه عجبا ويعطي ويمارس دور الشخص المعطي والمنفق والكريم والكذا يجب أن تحمد الله أن هذا الفقير جاء لعندك بل يجب أن تذهب أنت لعندي الأنبياء لم يكونوا ينتظرون حتى يأتي من يسألهم كانوا هم يذهبون النبي عليه الصلاة والسلام هل جلس في بيته وانتظر أم أنه كان هو يذهب لمساعدة الناس ولي حب الخير للناس لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين باختصار أخي الحبيب هذه الأشياء الثلاثة احرص على أن تتدبر شيئا من القرآن كل يوم ليست قراءة ببغائية لا تدبر اقرأ ولو آية وطبقها يعني مثلا اقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قل أنا منذ هذه اللحظة لن أكذب ولكن هل تستطيع يعني أنا أشك أن كثير من الناس يقرأ هذه الآية ولا يطبقها للأسف اقرأ آية واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة هل أنت قادر على أن تطبق هذه الآية فقط أنا أشك في ذلك كثير من الناس اليوم وبخاصة الشباب يمارسون العقوق ضد الأبوين هل تستطيع أن تخفض لأبويك جناح الذل من الرحمة أن تصبح ذليلا بين يديهم أن تقبل يدي ورجلي أمك وتكون عند رجلي هل تستطيع ذلك أم أنك مجرد تستمع وتقول أنا وأنا قمت الليل وصليت وكذا وقرأت القرآن وختمت القرآن ثم لا تطبق منه شيئا إذن أخي الحبيب يجب أن تطبق ما قرأته من القرآن الشيء الثاني لا تنسى أن تتصدق إذا لم يكن معك مال تصدق بالابتسامة وبالكلمة الطيبة إياك أن تقول لي أنا لا أستطيع أن أتحدث كلمة طيبة كل إنسان يستطيع أن يتحدث بالكلام الطيب مع الآخرين قضية الثالثة قضية المشي إلى المساجد المشي لفعل الخير صلاة أن تمشي في حاجة إنسان ويعني المشي أن تيسر أن تنفس كربة عن مسلم لينفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة أن تيسر لمسلم ييسر الله لك إذن هذه القضايا الثلاث مهمة جدا أحبتي في الله إياكم أن تنسوها وإن شاء الله يعني ينجيني الله وإياكم من فتنة القبر وعذاب القبر وننعم بصوت القرآن ونحن في عالم البرزخ إن شاء الله ونشاهد هذا النعيم الذي أعده الله لنا جميعا نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تطبيق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليرضى عنا هذا النبي ويرضى عنا الخالق ونكون مع الحبيب عليه الصلاة والسلام في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته